شوفوا الجمال شوفوا الحلاوة يعني حتى كمان وقت التنظيف في لياقة في النشاط في باور كده عشان كمان يكون عودك حلو يعني منها بتنظف ومنها كمان بتعمل تمرين ازايكو حبايب عاملين ايه يا رب كلك تكونوا في احسن حال ان شاء الله نهارده الفيديو بتاعنا يكون فيديو حلو جدا 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 لسيدة اجنبية بجد كلنا بنحبها وبنموت فيها من رقيها ومن اختيارها في زقها في بيتها وحاجاتها في بيتها تفاصيل بيتها وحاجاتها اللي هي بتعملها في بيتها النهارده هنتعلم حاجات كتير من الفيديو ده رقي مش قادر اقول لكم شوفوا الجمال الظهور الحلوة اللي تفتح النفس بجده حاجة كده من الاخر وهم طبعا شفتوا بقى فزة الورود الجميلة والشمع الجميل ده حاجة كده حلوة ان شاء الله النهارده الفيديو بتاعنا يكون فيديو لسيدة اجنبية وهنشوف هي ازاي بترتب وبتنظم بيتها وبتنظم حياتها بجد وبتعلم ناس كتير جدا فن التنظيم والترتيب بحاجات حلوة جدا عايزة منكم بقى هدعمكم ليا باللايك لايكات كتير على قد ما تقدر يا غالية وكمان لو انت اول مرة بتشوفوا القناة عندي ياريت تناور عرصة الكبيرة وتشتركوا في القناة واتفع علي جرار الجرس بعد ما تشتركي علشان يوصلك كل جديد مني زي ما انتو شايفين كده هي النهارده دي تنظمها في القوضة بتاعة الريسيبشن بتاعها زي ما انتو شايفين الالوان حلوة جدا اه ممكن يكون عاملة اللون في الحيطة لون غامق بس ما شاء الله اللون الاخضر مع الاسود وطبعا هينفتح الحيطان التانية علشان الدنيا تكون حلوة فهنا كان بتوريكوا شكل الحيطة وطبعا قدامها الانتري شكله حلو جدا وبدكورات اللي هي حطها عليه شكلها سنبل جدا هنا كمان دي غرفة تانية وهنا عاملة باللون الافوايت والزهري بتوريكوا برضو تنظفها عايزة اقول لكم ان هي ام كمان لطفلين فمشاء الله عليها هي شطرة جدا وعايز اقول لكم ان هي متميزة في كل حاجاتها اللي هي بتعملها بجد لان بجد هي تحب الاناقة وتحب الشياكة وتحب الترتيب والتنظيف في بيتها بحاجات حلوة فمن قصد ايه يعني وفي نفس الوقت حاجاتها كلها سنبل لو تلاحظت لقاها حطت ظهور على الترابيزة وحطت كمان دكورات على الترابيزة الدكورات شكلها شيك ويتحسوا كده ان في حياة في الغرفة اخدتوا بالكم كمان من بوستر الازاز اللي فوق الكنبة شكله حلو جدا برضو هو مريات صغيرة كده وشكله شيك جدا بيدل طبعا على الجمال والنظافة والهدوء بحب جدا الجاو ده هنا كمان بتوريكوا ازاي في ارقان الاماكن يعني لما يكون عندك في ارقان بسيطة في قلب الشقة ازاي انك انت تستغليها وتحط لها حاجات شكلها حلو هي هنا حطت ترابيزة كده وحطت عليها شمعدين وحطت عليها فازة صغيرة وعليها زهرة صغيرة حاجة سنبل جدا جدا وحاجة بسيطة جدا هنا بتوريكوا شكل تاني برضو لها شالت الفوزة وحطت كده تلت فوزات برضو يعني كشكل هنا حطت كشكل تالت وليكي طبعا مطلق الاختيار هي بتوريكوا الافكار انه اللي ممكن تعملوها ايه هي وفي نفس الوقت ليكي مطلق الاختيار ليكي يعني هنا برضو بتحط فوحات وبتحط شموع يعني هي بتوريكوا كذا شكل تقدروا بقى ان كنتوا تعملوا كل حاجة فيها هنا كمان فكرة دي حلوة جدا برضو هو زي نظام فوزات كده هي هتعملها زي شمعدنات بس الاول هترشها باللون الدهبي هي هنا كنت بتقولكوا ان هي لابسة جلافز ولابسة طبعا الكمامة علشان الرش دوت ما يخنقهاش او ما يتعبش اللي طبعا فيه ناس بيكون عندها حساسية يعني لو بترش او بتعمل حاجات في بيتك زي كده فيفضل انك تلبس الكمامة علشان خاطر ما يكونش فيه اي حاجة يعني هنا بقى فكرة حلوة جدا للشمعة شمعة سيادة خالص حطط لها حلقة عارفين انتو الحلقة اللي احنا بنلبسه عادي اي اكسسوار عندك وحططه فيها شوفوا بقى شكلها عامل ازاي بقى شكلها خطير وحطتها برضو في ركن من ارقان البيت في جنب باب الشقة يعني ركن اهو حطت فيه الفسطين الحلوين دول وهي ميالة عايز اقول لكم للون الدهبي هي بتحب اللون الدهبي جدا هنا بقى هي بتوريكم الكوفي بتاعها او ركن الشاي والقهوة زي ما انتو شايفين كده هي حطت زي نظام استند حلو جدا حطت عليه كده مكات بسيطة وحطت جنبه وفازة ورد وطبعا مكانة القهوة عايز اقول لكم ان انا سألت على مكانة القهوة دي بس في منها زي ما قلت لكم قبل كده ان في منها المكانة اللي هي الكبيرة دي وفي منها المكانة مش مكانة اللي هو بيبقى عامل زي اللي هو الكاتل اسمه كاتل القهوة فشوفوا بقى هي عاملة لكل مكان كده كتبة في المكان بتاعه او كتبة في الاسم بتاعه علشان خاطر مخصصة كل حاجة وهنا شكلها شيء جدا جدا وكل حاجة شكلها حل شوفي بقى لو انت تقدري تعملي ركن زي كده في بيتك بجد لازم انت تعملي الركن ده بيكون حلو جدا هنا طبعا بعد ما رصصت الدنيا بتوريكو كشكل تاني وفي نفس الوقت بتمسح الرخامة وده شكل تاني ليها بردو حطت الشيالة عادي وحطت عليها المجات عايز اقول لكم لو وصلتوا الحدات هنا من الفيديو لسه محطتيش اللايك حط اللايك وكمل الفيديو اتمنى ليكم مشاهدة ممتعة ان شاء الله هنا بقى بتوريكو الدرج كمان هي فتحته طبعا هي حطة فيه منكهات بتاعة الكوفي كلها ده شكل الكوفي وده المطبخ طبعا جنب منه وهنا صفرة قصاد منها على طول زي ما انتوا شايفين مطبخ بتاعها جميل والشيء جدا 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 ما شاء الله عليها ربنا يهنيها ويساعدها في حياتها يا رب اللهم امين يا رب ويساعدكم انتوا كمان في حياتكم ويهني كل واحد يا رب ويصلح كل واحد يصلح حال كل واحد يا رب عايز اقول لكم ان هي هنا كانت شالت الدكرات وحت الدكرات التانية فبتوريكو بردو شكل الدكرات التانية اللي هي حطتها يعني تقدري بقى تشيل وتحطي براحتك حلو جدا الرافين اللي هي عاملاهم حط فيهم نور عشان خاطر يعني تكون شايفة كمان ما يكونش الدنيا ظلمة في الحتة دي طبعا هي هنا بتعمل بقى كباية قهوة فيعني بتوريكو بردو هي لما بتيجي مثلا بتعمل حاجات بسيطة بتعملها ازاي يعني هي ضربت الكوفي او القهوة بالمضرب العادي وكملته باللبن ما حطتش في القهوة في الاقصد في المكانة بتاعت القهوة الكبيرة يعني هنا بقى تنظمها للمطبخ بتاعها هي هنا حطة العسل طبعا كلنا عارفين ان العسل لو اتعمل بمعلقة استيل او اي معلقة ما تكونش خشب بيضيع الفايدة بتاعت العسل هنا بتحط الأزايز الزيت بتبقى جنب منها كده وهنا برضو بتعب الحاجة بتاعتها والفواكه بتاعتها وكمان اللبن بتاعها يعني كل حاجة مخصصة للمطبخ ده كده شكله وهنا القهوة وهنا السكر يعني بتعمل كل حاجة في المطبخ بحيث لما الأولاد يخشوا ياخدوا كل حاجة تبقى حاجاتهم موجودة هي زي ما أعطيكم بتحب اللون الدهبي وهي منظمة جدا وتقدر يعني ايه تنظم الدنيا بحاجات حلوة هنا طبعا ده الحمام عندها او التولد بتاعها زي ما انتو شايفين منظمات انظيم حلوة كده والمنظمات اللي هي جايبها دي شكلها حلو جبتلكو اكتر من فيديو قبل كده ازاي تعملي المنظمات الحلوة دي في البيت عندك بقى قلل تكاليف وبقى قلل الامكانيات هنا بقى تنظمها لغرفة الأنتري بتاعها هي ما شاء الله هي عايشة في فيلا طبعا عشان انتو شفتوا معي دلوقتي ركنتين والأنتري فهي عايشة في فيلا فعشان بس محدش استغرب هو ايه اللي عندها ده وكده فحبيت ان انا فاهمكم دي زي نظام غرفة المعيشة عندها لان هي هنا حطة الشاشة بتاعتها فبتعمل تنظيفة حلوة كده طبعا بمساعدة اولادها هي هنا فرحانة ان هي نظفت وخلصت كله فبتحاول بقى ان هي تعدل الكوشن او التكاوي وبتاخد ايه كنسة كده مصدوطة برضو وبتحط بقى الحاجات الاخيرة بقى او اخر تفنشاتها في الانتري ناس كتيرة طلبوا مني عايزين فيديوهات تنظيم وفيديوهات ترتيب فانا بحاول والله العظيم على قد ما اقدر ان انا اجيب لكم فيديوهات بتاعت التنظيم والترتيب بحاجات يعني نقدر ان احنا نستفاد منها او نقدر ان احنا لو في عندنا حاجات كتيرة او معنى اصح حاجات كتيرة مش عاوزينها نقدر ان احنا نستغنى عنها يعني ايه علشان خطر ان احنا يبقى نفسيتنا مرتاحة لبيتنا او يكون شكل بيتنا يكون حالو مش شرط ان احنا نجيب حاجات غالية او نكون عايشين في فيلا او نكون عايشين في شقق واسعة او كده علشان نرتاح نفسيا ممكن تكون يعيشة في بيت قطين وصالة ولكن نفسيتك مرتاحة وكل عندك مزلوط اتفاهمين قصدي ايه هنا بقى كمان دي الغرفة بتاعة الغسيل اه زي ما انتو شايفين هي منظمات دي شكلها منظم جدا جدا عايز اقول لكم لو يعني هي بتحب اللون الابيض معه الدهبي ده كان شكلها ده الغرفة التانية اللي هي غرفة الخزانة اللي هي بتاعة اه المأكلات بتاعتها بقى وكل حاجة عندها ومشروبات كل كل حاجة وطبعا انا جبتلكو اكتر اه من كده بكتير فيديوهات كتيرة اه للخزانة وازاي ننظم الخزانة بتاعتنا او المكان اللي بنخزن فيه الحاجة بتاعتنا بالشكل الجميل ده طبعا هي بتوريكو كل حاجة هي عاملها اه او حطها بيكون شكلها منصك ازاي ومنظم الحاجة وارا بعضها ازاي هنا بقى ده التويلت بتاعها او الحمام عندها شكله شيء جدا برضو عجبني جدا جدا الحوض بتاع الحمام مش عارفة حسيت ان هو جديد كده ليه لمسة كده اه اخدت بالكو برضو من النجافتين اللي فوق منه هي بتوريكو يعني شكلهم هم اه منورين عاملين ازاي بحب برضو الدولاب او كل ضرفة اللي بتبقى تحت الحوض بتاع الحمام آآ بيكون حلو لان بينظملك الدنيا بتقدر تحطي بقى في فوط او ممكن تحطي في الحاجات بتاعت التويلت ذات نفسه بقى الشوار والشامبو والحاجات اللي انتم عارفينها دي كلها فبتسهل عليك كتير ده شكل الدكور اللي في الحمام هنا بقى دي تطبيقتها للبناطيل او تطبيقتها للبيجامات فهتوريكو ده آآ شكلها هي بتطبقها ازاي في نفس الوقت ما تاخدش معايك مكان بجد شكلها عجبني جدا ان حاستت ان هي فعلا آآ يعني طريقة التطبيقه حلوة جدا ما خدتش مكان معانا هنا كمان دي فكرة تانية آآ للصفرة تقدري بقى لو انت عروسة او مش عروسة ست بيت وجايلك ضيوف تقدري تعملي حاجات زي كده بابسط برضو الامور عندك ولو بحاجات بسيطة مش شرط انك انت تكلفي نفسك وتجيبي حاجات مكلفة كل هي عملته جابت زي نظام فوتا او مفرش اللونه ابيض في دهبي وحطت الاطباق عليها الاطباق بقى دي بتاعتك انت يعني مسلا انت عندك تقم سفرة بتبدأ انك انت تنظميك كده طبعا احنا كلنا الاطباق السفرة بتاعنا كله بيبقى فيه اطباق صغيرة واطباق كبيرة وهكذا تقدر انك تعملي الحاجات دي هي جابت لكه طبعا اكتر من فكرة هنا برضو افكارها الجميلة اللي بجد يعني كلها رائعة رائعة بجد السيدة دي انا بحبها جدا 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 من نظفتها ومن جمالها ربنا يبارك لها يا رب ويبارك لنا كلنا في صحتنا بس كده حباب قلبي ده كان الفيديو بتاعي بتاعي النهاردة يا رب يكون الفيديو عجبكو اشوفكو الفيديو الجاي واسبتو في رعاية الله وحفظه ومع السلام